يفترض هذا المتحدث عن المنصب رئيس مدلس النواب هو استحقاق مرة البعض جوز من السنة يقولون هذا هو استحقاق والبعض من الشيء على اللي ينغمو لهم يحتيت على الأغاني عبدالله رواشد يلحله كواحد يغني وواحد يلحن يدقعوت فالبعض يدقوا لهم عود يقول لا هذا استحقاق مكوناتي مو استحقاق حزبي مو استحقاق سياسي نقول له صحيح استحقاق مكوناتي ولكن استحقاق سياسي نرجع على الأمثلة الأعراف بالسياسة العرف وبالمجتمع العرف يعني مثلا الأخ الكاظمي هل كان سياسي من هو اللي جابه غير اجتمعه والغالبية الشيعية ورشحه الأخ عادل عبد المهدي من هو اللي جابه غير اجتمعه والغالبية الشيعية ورشحه حتى دكتور العبادي فالعلاقة مع الإطار هي علاقة جيدة كان بعض أطراف الإطار غير متفهمة عندهم قلق لأن يتحدثون مرة عن الأقليم مرة توطين فلسطينيين مرة علاقات مع إسرائيل قلنا أنا معمي الإقليم من هو يسوي إذا خمسة ستة قاعدين بقروب مال واتساب وورا 12 بالليل صفتون سوالف غير أكو دستور أولا هو خيار الإقليم خيار دستوري هامل تفقين علي ولكن لا يدار لا أفكارنا ولا اجتماعاتنا ولا أهدافنا ولا مخططاتنا أن نعمل الإقليم لأن الغالبية بمجلس المحافظة هو عندنا ومما ما مقررين وموضوع الفلسطينيين والتطبيع وهذه السؤال خلينا آخر سؤال حتى عندي بعد آخر سؤال سامع هذه الهوسة نحن نخبطها ونشرب صافية شانكم تشتغلون على هذه الهوسة وبدليل أنتم عدكم قدرة بتقدم أو إيجادة بتحريك المياه الراكدة مرتوا ترشحون ريس رشحته ريس جدل كنت بأن تنجحوا شنو هالدهاء هو مو مسألة الدهاء بقدر ما احنا حتى الآخر المرشح اللي كان جدل صار خالد نحن نحن بصراح لا لا موضح حتى هذا هو طرح على الأخوة الآخرين وما كان على اعتراض يعني صدقا هو ما كان على اعتراض خب لو ما اعترضين علي لحن ليش نطب هاي المعمعة نرشح أي واحد من الأخوة الآخرين وإحنا كان عندنا ثلاثة أربع مرشحين مقدمين لهم إياه وفي رواية أخرى ست مرشحين قدموا مكتوبة بس أنا أسألك هل يصير واحد عنده 43 نائب واحد عنده 10 نواب يصير رئيس البرلمان من أبو العشر نواب بهذا الوقت كل شي يصير ما نخلي يصير يعني هل معقولة وانتقلت ايه ما يخالف يعزف له بس ما نخليني لأنه ما منطقه إذا صار عندنا حتى الغالب على المغلوب يرهي مو مغلوبين احنا هل سانا قلت مثل هل سنكون غالبين عفنا من السياسة رحمة أمك